السلام عليكم أصدقاء وأعدت لكم في فيديو جديد دائما على قناتكم GameSpark وفي هذا الفيديو الخاص بي وإن شاء الله سوف نتعرف على اللاعبين يعني في ستسلة تعرف على اللاعبين وليس في ستلسلة الخطة المهم هذين اللاعبين يا أصدقاء سوف يكون إن شاء الله مفيدين لكم في خطتكم ويمكنكم تجربتهم أونلاين أو أوفلاين ومركز هذين اللاعبين أول سوف نتعرف على لعب في مركز الظهير الأيصر يعني سوف يكون لك لاعب ظهير أيصر محترم وجيد وسوف نتحدث عن قدراته لاحقاً أما بالنسبة للعب الثاني سوف يكون جناح أيمن يعني أي شخص يحتاج إلى ظهير أيصر ب 5000 جي بي أقولها أو أوكر هذا اللاعب ظهير أيصر قوي جداً ب 5000 جي بي تخيل معي صديقي ب 5000 جي بي سوف تحصل على لاعب ظهير أيصر جيد أما بالنسبة للعب الثاني فهو الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن فهو لاعب سريع جداً من بين أسرع اللاعبين في اللعباء حتى الآن وب 12000 جي بي فقط إذا كنت تحتاج إلى اللاعب ب 5000 جي بي وهو ظهير يعني جيد والديه قوة تسديد راهيبة يعني لديه تسديدات خرافية بمعنى الكلمة وكذلك تحتاج أو يعني تحتاج إلى اللاعب يعني في مركز الجناح أي من كل ما عليك ومتابعة هذا الفيديو من أول لقيقة حتى آخر ثقيقة لك تتعرف على هذين اللاعبين ومميزاتهم يعني تتعرف كذلك على اللاعبهم داخل أرضية الملعب وكذلك لا تنسى اللايك اشترك في قناة تفعيل زر الجرس اشترك تعليق محفز لنا والآن نبدأ الفيديو ونتعرف على هذين اللاعبين المهم وكذلك أشخاص نقوم بالضغط على كونترا ونقوم بعد ذلك بالذهب إلى أفضل مكان بصراحة أنا أحب هذا المكان الخاص بستاندار بلاير ريس من أفضل الأماكن الموجودين في إيفوت وهو أفضل ما جاء في التحديث الجديد من بعد التحويل من فيس إلى إيفوت نقوم بالضغط على استاندار بلاير ريس ونتعرف أولا على اللاعب الذي يلعب في مركز الظاهر الآيف نضغط على فيلتر نضغط على الكلبت Venus ثم أوروبا ثم نقوم في النزول نقوم بالضغط على ليس على المضاف السلسر ونقوم بالضغط على الناشيونالتي لا تضغط على الكريب تينز بل تضغط على الناشيونالتي وесть opunes ثم نقوم بالنزول ونقوم بالبحث عن اليونان حسب اللغاء الخاصة بهاتفك او باللعبة نقوم بالضغط على dawn سيفر معنا جميع اللاعبين الذين يلاعبون مع 돼ضان يعني هؤلاء هم اللاعبين نقوم بتقطع لحدى ثم Position ومركز الضهير الايصر نقوم بتقطع لباك وضون وهو سيفر معنا جميع اللاعبين في مركز الضهير الايصر كما تشاهدون يعني هناك العديد من اللاعبين يعني نقوم بنزول وهذا هو اللاعب الذي سوف نقوم بالحصول هذه. هذا اللاعب يعني بخمسة آلاف جي بي كما تشاهدون أصدقاء خمسة آلاف وتسعمائة جي بي يعني يمكنك العشماد عليه في الهجمات السريعة والاستحواذ أو لعب على الأطراف يعني يمكنك العشماد عليه في جميع السريب اللاعب جيد في الضربات الرئيسية وكذلك في الإيرتو يعني في الإنزلاق والتدخلات الدفاعية يعني في كل شيء هذا اللاعب جيد وكذلك انظروا إلى كيكين باور أو قوة التسديدات لديه هذا اللاعب حتى إذا وضعته مهاجم مثلا رغم أنه فقط ظاهر أيصر لكن مثلا إذا كان مهاجم لديه قوة التسديد هذه يعني أي تسديدة لن يستطيع أي حارس صد التسديدات الخاصة بهذا اللاعب لأنه لديه طاقة التسديد تمانون وهو في أول مستوى فقط وهذه هي مهارات اللاعب يعني لديه تمريلات وتسديدات رائعة بصراحة كما أنه جيد كما قلت لكم في تدخلات الدفاع والإنزلاقات نقوم بتعاقد معه بخمسة آلاف وتسعمائة جي بي فقط يعني هذا اللاعب الأول نقوم بيتخطي إعلان التحاقد معه نقوم بقوم في اللاعب والآن أصدقاء ننتقل ونتعرف على اللاعب الثاني معنا في هذا الفيديو والذي يلعب في مركز الجناحة الأيمن نقوم كلاعادة بالضغط على فلتر ثم كلوب تيمز هذه المرة وأوروبا ثم نقوم بالنزول ونقوم بالبعث عن الدوري الإسباني لاعب من الدوري الإسباني مع فارق أتليتكو بيرباو نقوم بالضغط على دون ويظهر معنا جميع اللاعبي فارق أتليتكو بيرباو نقوم بالعودة تقوم بتغطي على position نحن نحتاج إلى لاعب جناح أيمن نضغط على rwf ثم دون سوف نجد جميع اللاعبين الذين يلعبون في مركز ال rwf في فارق أتليتكو بيرباو نختار هذا اللاعب نيكو ويليامس هذا اللاعب الأصدقاء هو اللاعب سريع يمكنك الإعشمال عليه كجناح أيمن أو جناح أيصر في نفس الوقص وهو جيد في الهجمات المرتدة يعني الكرة الطويلة في الهجمات المرتدة واللاعب للأطراف وكذلك الهجمات المرتدة السريع يعني هذا اللاعب بالتمييزه بسرعتي يعني وكذلك المراوغات هو اللاعب مراوغ وسريع يمكنك الإعجمات عليه في جميع السريع باللعب تقريبا يعني خاصة الهجمات المرتدة لتستفيد من سرعته على أكمل وجه كما تشاهدون يعني سرعة 82 وأكسلاريشن 80 نقوم بالتعاقد معه بـ 12 ألف جي بي فقط يعني اللاعب يستحق هذا السعر والسوف نتعرف على مميزات داخل أرضية الملعب نقوم بقفل هذا اللاعب وننتقل الآن للتعرف على طريقة تدريب هذا اللاعب بطريقة الصحيح المهم نقوم بالدخول إلى مايتيم هنا كالعادي أصدقائكم نضغط على بلايرز والسوفيدر معنا اللاعبين نقوم بالدخول إلى اللاعب نيكو ويليامز هنا ليس لدينا بطاقات نقوم بالدهاب وأحضار البطاقات يبدو أنني نسيت استلام الهدايا عفونا أصدقائي نقوم باستلام الهدايا يعني التي لدينا في الإيميل هنا نقوم باستلام جميع الهدايا التي حصلنا علينا نضغط على الريسيف آل هنا ثم نقوم باستلام جميع الهدايا وجميع بطاقات التدريب التي حصلنا عليها حتى الآن نقوم بالرنجوع ثم نقوم بالعودة والتغط على مايتيم هنا ثم بعد ذلك سوف نضغط على بلايرز مرة أخرى وكذلك سوف نقوم باختيار اللاعبين نضغط على بلايرز وصفيدر معنا اللاعبين ضغط على اللاعب نيكو ويليامز هنا ثم نقوم بإعطائه بعض بطاقات التدريب يعني حتى نقوم فقط برفع مستوى اللاعب قليلا وتعرف على القدرات الخاصة به سوف أعطيه بطاقة واحدة فقط وكذلك اللاعب الثاني سوف أعطيه بطاقة واحدة فقط يا أصدقاء نقوم بإعطائه بطاقة واحدة هنا ثم نضغط حسن نقوم الآن بتدريب اللاعبين على جانب الشخصي نعمل بطاقة واحدة حصلنا على أربعون نقطة نقوم بتغطيه على بلايرز مرة ثم نقوم بتدريب على الإنسجام هنا حسنا نتركها تسعون يا أصدقاء يعني تسعون سوف تكون كافية نقوم الآن بالنزول هنا نقوم بالبحث عن سرعة اللاعب نقوم بالضغط هنا انظر إلى سرعة هذا اللاعبون يا أصدقاء كما تشاهدون يمكن أن تصل حتى سبعة وتسعون من بطاقة تدريب واحدة فقط أو يمكنكم يعني أن تقوموا بنقص السرعة أو تتركوها مثلا واحد وتسعون ثم تقومون بنزل هنا ويمكنكم يعني إضافة قوة التسديد لهذا اللاعب أو يمكنكم كذلك اللاعب العرضيات مثلا يعني حسب ما تريدون أنتم يا أصدقاء نتركوها يعني هكذا ثم نضغط على برست ثم كونفيرم يعني أنا أعطيتكم بطاقة واحدة فقط أنتم يمكنكم تطويره يعني إلى مستويات أكثر وأكثر نقوم بالعودة نقوم باختيار اللاعب الثاني في مركز الظاهر هي لعب يعني في مركز الظاهر الأيسر يعني الذي أربعة واربعون نقطة حتى الآن نقوم بتقطع على تيم بلاي ستايل هنا نقوم بتدريبه على الإنسجام نقطع على بروست ثم كونفيرم ثم نقوم بالرجوع نقوم بتدريبه على جانب الشخصي نقوم بنزلونك ما تشاهدون يعني قوة اللاعب في التسديد لديه قوة كبيرة في التسديد يعني لاعب من بين أفضل اللاعبين يعني أو الأظهر الموجودين في اللعبة يمكنكم كذلك الضغط على التدريب التلقائي وقد سوف يكون قد يكون أن كل شيء جيد معكم هكذا يمكنكم كذلك يعني أن تقوموا بنقص أي شيء اللي تريدون يمكنكم كذلك زيادة الصراحة الخاصة باللاعب او يعني أن تقوموا بنقص بعض الأشيء أو زيادة الصراحة الخاصة باللاعب إذا كنتم تحتاجون إلى اللاعب يعني يكون سريع يعني كل شيء الآن جيد نلقطع على كونفيرم ثم حسنا الآن هؤلاء اللاعبين قد تم تدريبهم معنا بنجاح وبطاقة تدريب واحدة لكن يمكنكم أنتم تدريبهم بالعديد من بطاقات وأن تقوموا برفع اللاعبين إلى الطاقة اللاعبين إلى أقصى مستوى لأن نقوم بإستقاع بإضافة هذين اللاعبين إلى التشكيلة الخاصة بنا حتى يعني نراهم يعني في الإنسجام مع التشكيلة هذه هي تشكيلتي المتواضعة أصدقائك العادة ونقوم بالدخول هنا ثم نقوم بالبحث عن اللاعبين وإضافتهم إلى التشكيلة نقوم بالنزول نقوم بالبحث عن اللاعب يعني نيكو ويليامز وكذلك عن اللاعب استافيليتس الذي يعرف في مركز الظهير الغيصر واللاعب الآخر نيكو ويليامز الذي يعرف في مركز الجناح الأيمن هذا هو اللاعب استافيليتس الذي يلعب في مركز هنا نضعه يعني في مكان جواب كانسيلو وطاقة 80 حتى الآن يعني من بطاقة واحدة وصلت طاقة 80 نقوم بتعويض يعني هذا اللاعب هنا طاقة 79 كما تشاهدون يا أصدقاء يعني اللاعب RWF وها هما الآن يعني طاقة اللاعبين من بطاقة واحدة بطاقة تدريب واحدة طاقتهم 80 والآخر 79 نقوم الآن بالعودة والدخول إلى المباركة وتجربة هذين اللاعبين على أرضية الملعب وهو كالعضاء أصدقاء ومع بداية المباركة نقوم بأول هجمه عن طريق اللاعب الجناح الأيمن نيكو ويليامز انظروا كيف يقوم باختراق المدافعين بالسرعة الرهيبة ولديه كذلك هارضيات متقنة يضع الكرة في رأس اللاعب تمام يعني هذا من بين أفضل المميزات في هذا اللاعب يعطيك حلول هجومية كثيرة بالسرعة التي يمتركها كذلك هي لعب كرات عرضية سوف تساعد المهاجمين على التسجيل العديد من الأهداف ولذلك لنتجد العديد من المشاكل عندما تريد التسجيل يعني التسجيل أو تسجيل أو لعب كرات عرضية كذلك يمكنك التسجيل به وكما فعلت أنا في هذه اللحظة يعني كدنا أن نسجيل أول أهداف المباركة والذي كذلك فنيش رائع لا يضيع العديد من الفرصة يعني تقريبا أي فرصة تأتي لهذا اللاعب يقوم بتسجيل الهدف يعني لاعب لا يضيع الكثير من الفرص مثلا بابين بابين مهاجم صراحة المهاجم جيد لكن المشكل في أنه يضيع الكثير من الأهداف أما هذا اللاعب فلا يضيع صراحة أي فرصة وكذلك يلعب كرات عرضية يقوم باسترجاع الكرات الذي هي عرضيات متقنة مئة بالمئة عندما يقوم بلاعب كرة عرضية آآ يجب أن تتوقع يعني أو تتأكد أن الكرة سوف تأتي في رأس المهاجم الخاص بك مئة بالمئة يعني لا يلعب كرات عرضية للحارس الخاص بالخصم أو أي شيء يعني يلعب كرات عرضية متقنة كذلك يلعب تمريرات حاسمة رائعة كما قلت لكم يسترجاع الكرة انظروا إلى هذه العرضية هنا كما قلت لكم يا أصدقاء لدي عرضيات رائعة بصراحة وانظروا إلى هذه التمرير هنا بطريقة رائعة يلعب الكرة إلى هالاند وانفراد يعني هذا اللاعب يا أصدقاء بإثنا عشر ألف جي بي فقط يعود لك لاعبين بأكثر من خمسمائة ألف جي بي بصراحة يعني آآ إذا لم تريد شراء هذا اللاعب فأنت تضيع فرصة انظروا إلى قوة التسديد يعني هذا اللاعب أصدقاء أقسم بالله لاعب رائعي الصحيق الشراء لا يجب أن تضيعه فرصة التحقق مع هذا اللاعب قد يرتفع سعره بعد التحديدات يعني بعد التحديد انظروا إلى طريقة المراوعة والانفراد هنا أمام الحارس يعني يقوم بالاتجاه إلى الحارس والتصويب ونقوم الآن بالانتقال إلى اللاعب المدافع والظاهر الأيال الأيصر الذي يقومون بشرائه لديه تمريرات رائعة كذلك يعني هالند لا أعلم ماذا آآ أراد أن يفعل في هذه اللحظة حتى أضع هذه الفرصة لكن هذا اللاعب يقوم بالمراوعة يقوم بعمل يعني آآ أسستات كذلك الذي قوة تسديد رائعة يعني من بين أفضل الأظهر الموجودين في الدعبة بخمسة آلاف جي بي فقط يعني انظروا إلى طريقات التمرير يعطيك انفراد أمام حارس المارماهر أعطى انفراد والهدف الأول لأن صوفاتي عن طريق اللاعب الذي يلعب كآآ ظاهر يعني لديه تمريرات متقنة يا أصدقاء انظروا إلى طريقة التمرير يعني في بعض الأحيان تجد أن لديك مثلا ظاهر بتمن وشفع لا يلعب مثل هذه التمريرات أو مثل هذه التمرير يعني انظروا من وسط الميدان يلعب تمرير إلى هالندي يضحوا في انفراد تام أمام مرمى الخصم يعني لديه تمريرات رائعة سواء في آآ اذا كانت كورات يعني آآ ارضية أو كورات يعني عالية لديه تمريدات يضحوك في انفراد أمام المرمى حتى مثلا جو كانسيلو وأالكسندر النوض اللي يضعون مثل هذه التمريرات وبعد أن قمنا بتجربة اللاعب التمرير أردت فقط أن أغير مكانه وأضعوا كجناح أيصر حتى أجرب يعني قوة التزديد الذي هو كيف يمكن أن يلعب كمهاجم وقد نجاح معي بعض الشيء في يعني في مركز الجناح الأيصر يعني ولديه قوة تزديد رائعة ولا يضيع كثيرا يعني الفرص يعني وهذه يعني بدء قام بلعب أسيستين قام بتسجيل أول أهدافه في المباراة بطريقة رائعة بصراحة يا أصدقاء انظروا إلى الانفراد ولا يضيع يعني هو لعب أيصر وقام بتزديد بالقادمة الأوزية اليسرى وقام بتسجيل يعني تسجيل أول أهدافه في المباراة وانظروا إلى قوة التسديد التي يمتلكها هذا اللاعب يعني لديها قوة تسديد رائعة يا أصدقائي بصراحة وانظروا لكذلك كيف قام بتسديد هذه الكرة يعني ضربة خطأ يعني لم أكن أتوقع أن لديه يعني تسديد رائع في ضربات الخطأ بمثل هذه الطريق يعني كذا أن يسجل أول أهداف المباراة يعني والتالي أهداف المباراة بالنسبة له ورابع أهداف يعني المباراة بالنسبة للفارق يعني لعب رائع بصراحة يقوم بلاعب يقوم بالتسديد يقوم بلاعب ضربات الجزاء وهو النجم المباراة يعني كان من نجوم المباراة أما بالنسبة للاعب نيكو وليام فكانok جمع المباراة في المباراة.